أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب قوات الاحتلال سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا وإصابة 182 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكدت السلطات الصحية في غزة وجود عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات لا تستطيع تواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 550 شهيدا و82 959 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون بجراح قراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة ومجموعة من الأشخاص قرب مدخل مركزا للإيواء شمال دير البلح جنوب مدينة غزة وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني بأن المنطقة المستهدفة مكتظة من نازحين قربا كوليا وتستخدم كملجأ وتأوي مئات الأسر كما قصفت طيران الاحتلال أربعة أبرج سكنية في مخيم البريج وسط القطاع أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين أندريا ديد ديمونيكو إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا وذلك بعد خروج كافة مستشفيات رفح الفلسطينية عن الخدمة بسبب عمليات جيش الاحتلال الأخيرة بالمدينة وفي مؤتمر النصحفي قال المسؤول الأممي أن هناك جهودا كبيرة لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة مؤكدا على صعوبة عمليات الأمم المتحدة بالقطاع في ظل الوضع الحالي مشيرا إلى وصول فرق طبية إلى غزة من جميع أنحاء العالم وأكد أن هراء الأطباء لم يتمكنوا من العثور على مكان لعلاج المصابين يعاني النازحون في خانيونس من أوضاع صعبة بعد رحلات النزوح القصرية والمتكررة واستنيران القصف الإسرائيلي وتزداد المعاناة وتتفاقم شح الماء والطعام وعدم توفر المأوى وتخوفات من انتشار الأوبئة حياة غير آدمية يعاني منها أهالي قطاع غزة المدمر المقاومات الأساسية للبقاء تكاد تكون شبه منعدمة ناهيك عن رحلات النزوح المتكررة تحت نيران القصف الإسرائيلية عائلة أبو خريس إحدى العائلات التي عادت مؤخرا بعد رحلة نزوح شاقة إلى رفح الفلسطينية ولكنها عادت إلى خانيونس لتجد منزلها مدمرا بالكامل ما اضطرها إلى بدء رحلة بحث أخرى عن مأوى الوضع كارتي بمعنى الكلمة كارتي كارتي بيوتنا أقول لك هاي بيتي مش عارف أنا ماعلمه وين أساسه وين أبدأ وين آخر بيتي أول بيتي مش منقلوا أثار جلاني جماعتي نسابي وفيش إلي وحدنا له بيتي وبعدين الوضع حام مع الكل ووضع سيء جدا مقاومة الحياة مع عدوما شبه نهائي 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 لا أي شيء من احتياجات اللي بنحتاجها احنا مش موجود عدل عدل شح الطعام والماء فاقم أوضاع النازحين حيث يقطع هؤلاء كيلو مترات عديدة بحثا عن أي شيء يصد رمقهم فلا يجدون أمامهم سوى ماء البحر المالح عشان تشرب كاسة ماء يبدأ فيك داخل مشوار شبه كيلو ونصف اثنين كيلو على البحر لما توحج بالكزاس ماء تشربها والمالح كذلك الأمر والأكل برضو نفس الموار معاناة صعبة وأوضاع صحية متردية مع ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من تفشي الأمراض البنية تحتية مدمرة تشرب لا كهرب ولا صرف صحي ولا مية ولا شيء وعيشين في الخيام والحياة تعب كلها في تعب والحمد لله على كل حال لم يجد الأهالي سوى الأنقاض التي باتت هي المأوى الوحيد بعد أن تهدمت منازلهم وتشوهت معالم المدينة في الشيء كله انهدمت البيوت انهدمت الدور انهدمت حتى المساجد انهدمت حتى الناس بتصلي في الشمس وإحنا إحنا جاعدين ندبرنا حالنا جاعدين بنخبز وحطينا خيام مكان بيوتنا وجعدنا جينا لجينا لبيوت مدمرة في الشيء اشي في الشيء مية حجم الضمار لا يمكن وصفه المنازل والمستشفيات وحتى المساجد كل هذا أصبح ركاما وأثرا بعد عين ترجمة نانسي قنقر